المنتخب بالمناسبة أنا ما سألتش مدرب داخل النادي الأهلي درب مصطفى الشوبير إلا لما قالي اللي هما ما لهمش يعني لما بكلم واحد أكلمه منتال أمانة يعني بكلم واحد مدرب بكلمه بعيدا عن بيبقى بيني وبينه علشان فيه ناس تقولك وانا بكلمه منتال أمانة لا أصل كابتشوبير أصل عشان ما زعلش كابتشوبير أصل مش عارف ايه الكلام ده كله لا أنا بكلمك فيه أسماء وأسماء مميزة جدا من مدربين حراس مرمى سابقين في النادي الأهلي دربوا مصطفى الشوبير وأكدوا لي أنه هو حارس مميز جدا وممكن يكون لي دور في حراسة مرمى مصر خلال أو النادي الأهلي أو الأندية عموما مش لازم في النادي الأهلي ممكن يكون في أندية تانية أنه هو حارس كويس ممكن ما يكونش نفسه مستوى محمود جاد أو عمر رضوان لكن في النهاية هو حارس كويس لكن ليه قصة زي ما قالش هو غريب بس هو ما قالش لأنها مش بتاعش هو غريب هي بتاعتنا احنا ممكن بنجيب المعلومة ليه اللغة حصل المرة دي ما حصلش في المعسكرات اللي فاتت على مصطفى الشوبير حصل اللغة المرة دي علشان الصراع اللي موجود ما بين أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة وأحمد شوبير والد مصطفى شوبير كان المتوقع أن مصطفى شوبير مش هيكون متواجد في المعسكر الحل منتخب الأولمبي لكن تم ضم الحارس ليه ما كانش متوقع أو كان متوقع علشان الخلاف اللي ما بين شوبير وما بين أحمد مجاهد والخلاف السابق هو تحسنت العلاقة بعض الشيء دلوقتي لكن لما انضم مصطفى شوبير كحارس خامس ده اللي زعل والده أحمد شوبير وهنا أنا بكلمك بمنتغة الأمانة لأن أنا سأل مسؤولين داخل اتحاد الكرة ومسؤولين في الجهاز الفني المنتخب الأولمبي وأكدوا لي أن طبيعاً هو يكون موجود كحارس زي ما قال شاوي غريب كان بينضم قبل كده المنتخب الأولمبي وفي نفس الوقت طبيعاً هو يكون حارس خامس لأنه في النهاية هو ما بيلعبش في النهاية لكن سبب الجدل أن شوبير كان متوقع أن أحمد مجاهد يتدخل في عدم ضم مصطفى أحمد شوبير بسبب الخلاف اللي ما بينه وزعل في نفس الوقت الكابت شوبير أن تم ضم الحارس أو تم ضم مصطفى شوبير كحارس خامس وعلشان كده لما عارف وإنت هتلاقي فيه أخبار تتداول دلوقتي أن مصطفى شوبير يطلب الرحيل عن النادي الأهلي وفي نفس الوقت كان فيه مدخلة للكابتن أحمد شوبير بيتكلم عنها أن مصطفى عنده أكتر من عرض لأن بعدما وصل له أن الحارس أن الحجة أن هو حارس خامس لأن هو ما بيلعبش في النادي الأهلي عشان كده طلع وممكن تلاقي مصطفى شوبير مش موجود في النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية أو بنهاية الموسم الجاري على اعتبار أنه هو ما عندهش فرصة كبيرة أنه هو يشارك كحارس أساسي في النادي الأهلي لكن فيه جزئية مهمة أهم من ده كله بقى أن مهما كان هو مصطفى حارس ممكن يكون عايز ياخد فرص كبيرة وحقه على فكرة لكن هي مشكلته أن أبوه أحمد شوبير فبالتالي هتلاقي مثلا واحد على خلاف مع أحمد شوبير هيطلع يقطع لك فرصة كبيرة وهي دي مشكلة مشكلة كبيرة واحد مش على خلاف هيقول لك ده الحارس لكن هو حق ربنا أنه هو الولد لو خد فرصته أنه ياخد فرصته الطبيعية لأنه هو بيدفع تمن ممكن بقى مشكلة لولده مع حد تاني رغم أنه هو ممكن يبقى لو خد فرصة زي شريف إكرامي شريف إكرامي كان حارس لسنوات في النادي الأهل ثم بعد كده حصل خلاف معين رحل فيه يعني إكرامي كان بيعيد حد تاني في الانتحابات إكرامي كبير وأنا بكلمك الكلام اللي ممكن ما بيتقالش أو الناس بيتخاف تطلع تقوله لكن هو ده الصراع القائم وهو ده اللي أدى لرحيل شريف إكرامي عن النادي الأهل فهي دي قصة مصطفى الشبير الفترة اللي جاية بقى هنشوف مصطفى الشبير في الدولة الممتاز هل الأفضل لين هو يحترف بره وبعد كده يرجع ده اللي إحنا هنتبعه خلال الفترة اللي جاية دي جزئية وفيما يخص حراسة مرمى على المنتخب الأولمبي الخامسة اللي موجودين يمكن عمر أدوان محمد صبحي محمود جاد، عمر صلاح، مصطفى الشبير اللي هنضم منهم محمد صبحي ومحمود جاد إلى جانب محمد شناوي طبعا في حالة لو هو في طبعا كامل مستوى خلال طبعا نهايات دي القصة بتاعة المنتخب الأولمبي الجزئية التانية فيما يخص المنتخب الأول والقصص برضو اللي فيه وانا قلت لك رقم واحد نرجع طبعا وهو ان شاء الله بكرة رباه سبحانه وتعالى يوفق منتخبنا الوطني الوطني